وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي نظيره بن مسعود عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذهما وترك ما سوهما قال المؤلف وبن ذلك الوضوء والصلاة وفي الحديث إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ أخرجه أحمد وأب داود من حديث عطية السعدي وإمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم من هذه الأبواب الأربعة وأخرج الحاكم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظرة سهم من سهم إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه الله جل وعز إيمانا يجد حلاوته في القلب قلت أي السيوطي أخرج ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان والدينوري في المجالسة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فقال إن عفريتا من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن قتاده قال من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه وكل به ملكان يحفظانه حتى يصبح وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي وأخرج الدارمي وابن المنذر والطبراني عن ابن مسعود قال من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح أربع آيات من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث خواتيمها أولها لله ما في السماوات وما في الأرض وأخرج الدارمي وابن الضريس عن ابن مسعود قال من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتين بعد آية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه في أهله ولا ماله ولا يقرأن على مجنون إلا أفق وأخرج الديلمي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب وآية الكرسي لا يقرأهم عبد في دار فتصيبهم ذلك اليوم عين إنس أو جن وأخرج الديلمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أشد على مردة الجن من هؤلاء الآيات التي في سورة البقرة وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء والخطيب في تاريخه عن الحسن بن علي قال أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية في كل ليلة أن يعصمه الله تعالى من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وعشرا من الصافات وثلاث آيات من الرحمن أولها يا معشر الجن والإنس وخاتمة سورة الحشر وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة قال عندما نزلت هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لقي ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب قالوا لهم من أنتم قالوا من الجن خرجنا من المدينة وأخرجتنا هذه الآية وأخرج ابن أبي الدنيا وأب الشيخ في تفسيره عن عبيد الله بن أبي مرزوق قال من قرأ عند نومه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية بسط عليه ملك جناحه حتى يصبح وأخرج أب الشيخ في العظمة عن عبيد الله بن محمد بن عمر الدباغ قال سلكت طريقا فيها غول فإذا مرأة عليها ثياب معصفرة على سرير وقناديل وهي تدعوني فلما رأيت ذلك أخذت في قراءة ياسين فطفيت قناديلها وهي تقول يا عبد الله ما صنعت بي يا عبد الله ما صنعت بي فسلمت منها وأخرج ابن الضريس عن جعفر قرأ سعيد بن جبير على رجل مجنون سورة ياسين فبرأه وأخرج ابن مردوية عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله تعالى سبعين ألف ملك يطردون عنه شياطين الإنس والجن إن كان ليلا حتى يصبح وإن كان نهارا حتى يمسي وأخرج ابن مردوية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يتعوذ من الشيطان عشر مرات وأخرج ابن مردوية عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان له مربد تمر في بيته فوجد المربد قد نقص فلما كان الليل أبصره فإذا صوت رجل فقال له من أنت قال رجل من الجن أردنا هذا البيت فأرملنا من الزاد فأصبحنا فأصبنا من تمركم ولا ينقصكم الله تعالى منه شيئا فقال له أبو أيوب إن كنت صادقا فناولني يدك فناوله يده فإذا بذراع كذراع الكلب فقال له أبو أيوب ما أصبت من تمرنا فأنت في حل أفلا تخبرني بأفضل ما يتعوذ به الإنس من الجن قال هذه الآية آخر سورة الحشر وأخرج ابن عساكر عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الفجر ثم لم يتكلم حتى يقرأ سورة قل هو الله أحد عشر مرات لم يدركه ذلك اليوم ذنب وأجير من الشيطان وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صرف إليه نفر من الجن وأتى رجل بشعلة من نار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جبريل يا محمد ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وانكبل من خره قل أعوذ بالله الكريم وكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن وأخرج أبو نعيم البيهقي عن أبي اتياج أن عبد الرحمن بن خنبش سئل كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين قال إن الشياطين تحضرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب يريدونه وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فقال يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن فقال هن فطفئت نار الشيطان وهزمهم الله تعالى وأخرج ابن السن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أجير من الشيطان حتى يمسي وأخرج العقيلي في الضعفاء والدار قطني في الإفراد وابن عساكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقي الخضر وإلياس كل عام في المواسم ويفترقان على هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال ابن عباس من قالهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات أمنه الله تعالى من الغرق ومن الحرق ومن السرق ومن الشيطان والسلطان ومن الحية والعقرب